اشتركوا في القناة 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 سأعيد، فقط نقود على الأقل من المراقبة، ونحن بالتعامل، ونحن لمعيزم أن البلاء يبدأ تابعا جميع الأشخاص بهم، و مفتوكيف ستغبع، ونحن نشعب حقوق ليفتيح كنا نقود على المراقبة، ونحن نقودRE الصقب المراقبة. بعد هذا قبل نقود رمياً، فقد نقود في منذ شرعة عاماً، ونحن نقود لكي أولاً دقوعًا، فجأنا نقود لدي مراقبة ونقود كنا، ونقود عن المراقبة، أمود حين نجح نجح هذه المدرسة أو حتى أكثر نحن لا يكون مجرد من أن نجح المنشف نحن نجح مدرسة كميدرسة أحداً يوجد أشخاص الجميع في المدرسة الأخيرة وعندما يشعر سيكون مدرسة بطرق وعندما تدفع أننا نجح نفع إلى التدريب المنزل لا نفع إلى التالي المستقبل نعم العملات من المنزل للتلدي المنزل إيناعاً، إن شاء الله عماد الخبيسي ووالد عبد الله نعم جاهز من شهر من بعد رمضان هو في البعسكر وإن شاء الله يأخذ الناموس بإذن الله اليوم الحين نحن قامنا بتدي الفايت بشوية شو حساسك؟ حساسي إدن الفوز إله إن شاء الله عبر الله عبر الله يلا اشتركوا في القناة فرح للوطن وفرح للجميع إن شاء الله وإنهدي هذا الفوز إلى رئيس الدولة ولا الشيخ طحنون بن زايد ولا الشيخ منصور بن زايد وبهذه المناسبة أنه هلنا الأخ العزيز عبد المنعم على رئيس الاتحاد آسوي إن شاء الله ومبروك كيف تشوف أداءها؟ إداءة الحمد لله ممتاز جدا وأنا مطمئن على إداءة الحمد لله جداكم الله خير كيف تشوف مستقبله وأنت كيف كأب تدعم ولادك للبطولات؟ والله أنا معاه على طول الخاط معاه وإن شاء الله يعني يمشي فيها إن شاء الله بإذن الله ويأخذ مكان فيصل الكتبي قدوته؟ هو قدوته فيصل الكتبي نعم أهلا الحمد لله أثنين وصلوا للفاينل وخلصنا البراكت وزننا 85 لعبتنا وصلوا للفاينل الحمد لله وتوفيق من الله أبدأ مع صاحبكم وخليطوا البعامار يطيق من العافية هل كانت حمسين وين كان حقاً لفايت؟ أكيد نعم صحيح نحن النافس كوريا على مجموعة ترتيب مجموعة الفرق والحمد لله قدرنا نطلعهم من الثنين لسه أن الثنين بيلعبون تحت وإن شاء الله ترون حماس وترونهم مفايزين إن شاء الله قعد يقول لك لا ضيع الريل لا ضيع الريل يعني خلصها خلاص ربيعك واصل لا تسكروا لا يضيع الريل فايت فايت فنان صعب ولكن سعيد قدها لكن الكوريين كوريين جاهزين والله استيادين حق الإمارات هم حلم يفوزوا على الإمارات فيصل شفنا المرة هذه في هذه البطولة سيستم ريد اعتمدتوا في المنتخب اليوم عندك اللاسلكي المدرب شو الترتيبة وشو القصة وشو الفكرة اللي كانت وكيف تشوف تأثيرها إلى الآن طبعا نحن عندنا رئيس المدربين رامون ليمس يكون موجود في الكوريين مرات يكون مع اللعيبة يكون عندنا مدرب أو لاعب موجود بره في المكان الجمهور نحاول نغطي ثلاث جهات لللاعب بحيث إذا أنا شفت شي أقدر أخبر فيه المدرب وأنا أقدر لأني أنا بره أقدر أضغط على الحكم حكم مايروم يكلمني مايروم يقول لي شي أما المدرب اللي موجود داخل مايقدر يتكلم مايقدر إذا فيه شي لازم يعترض يحق لي يعترض مرة وحدة وإذا غلط في الاعتراض هذا بيضيع فرصة الاعتراض لأن المبرى النهاية أما أنا كجمهور أقدر ألاعوز الحكم أقدر أشتته أقدر أطلب أي شي يتشوفه أنا مناسب لللاعبي في نفس الوقت أقدر أتواصل مع المدرب إذا شفت شي أنا من هنا يمكن اللاعب مايسمعني لأن الجمهور يتكلمون بيقدر يسمع للمدرب لكن المدرب مايشوفه أنا وصل معلومة هذه طبعا السيسم هذا النظام نحن في اتحادنا نطبقه ودائما ننشل ويانا كل مكان عسى بنغطي كل جوانب المبركة أنا تستخدم الفار أو تستخدم تقنية التي هي 360 بس مع مدربين ويداريين ولاعبين مع بعض فيصل يدل هذا اللي سوونا على فهم كامل بقوانين اللعبة ومعرفتكم بكامل التفاصيل الخاصة بها واعتمادكم ورغبتكم دائما أنكم تسوون شي يطور من الكنيكشن بينكم والتواصل ما بينكم هذا الشي يعكس المستوى العالي اللي يتمتع فيه المنتخب سواء فني إداري أو حتى لعيب أكيد على المستوى الفني نحن دائما نحاول نواكب أو نحاول نجدم بأفكار بحيث أن نحن نكون مجدمين على باقي المنتخبات فالتقنية هذه نحن جربناها وستفدنا منها وبعدين بدأنا نطبقها قبل كل المنتخبات وهذا يعطينا دافة يعطينا أسبقية أن نكون مجدمين على اللعبة أي شي يفيد اللاعب أي شي سواء من قوانين أو من تقنيات نحن كاتهاد دائما نطبقها عندنا حيث نحن نوصل لأقصى منفعة ضد المنتخبات الثانية بطولة يعني كل جيدة وصعبة ومنافسات قوية الوعبة قوية ومرتبة إن شاء الله من الاتحاد الجيجيد سولي ماراتي كيف شفت اليوم منافسة الفرق اليوم قبل كان فيه فرق كبير ما بين الدول اليوم لا أصار لكل الدول في مستوى تقارب هشي كان يسكر صعوبة منافسات قوية صحيح جاهزين منفعت قوية تشانت منولفت انتباهك من الدول في تطورها حسب بالفايت الكازاخستان بالنيواز الجيجيد اللي هو الإمارات والله ما شاء الله على البطولات اللي نظموها الإمارات يعني هي عاصمة الجيجيد وما شاء الله عليهم يعني بروفشيونال بالتنظيم واجواء كل شي رائعة كيف تشوف القيمة الفنية والتحضير الفرق الأسيوية كلها أكو تطور ما شاء الله يعني تشارع بالميني يكون الأول ما شاء الله يساعدنا بالنيواز اللعبة البرازيلي والأمارات ما شاء الله هم هو البحرين تطور مستمر والفايت ما شاء الله تايلند والكازاخستان والعراق إن شاء الله يعني العراق موجودين بكل بصم موجودين بصمتهم والله هاجواء أكثر من رائعة والتنظيم موجودة على أبوظبي وجديدة على أمارات ما شاء الله عليهم كل البطولات تنظيم أكثر من رائع ومرتب ومنظم كيف تشوف اليوم مستوى الفني البطولة مستوى بتصاعد طبعا يعني بطولات الأسيوية صارت أقوى من قبل بهواية كثير وتصعد يعني إن شاء الله عالمية ونحن واسطين عالمية آسيا نفس على العالم إن شاء الله صلاحة دائما تنظيم أبوظبي رائع جدا من ناحية نظيم من ناحية رفري من ناحية أتمسفير اهتمام باللاعبين كل شي صراحة اليوم نشوف أن في آسيا قبل كان في فرق فارقة عن فرق اليوم نشوف المنتخبات كلها في المستوى المتقارب هذا عطا مسوى فني عالي وغير هذا كلها زاد في المنافسة صح جدا خاصة البنات صراحة خاصة الشباب والبنات يقدمون مستويات رائعة وميداليات وحضور كيف حضرت نفسكم لهذه البطولة أنا أعتقد كوتش مكانوا لعبين دور كبير عندنا يعني المجاهد 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 هو مميز حرفيا حرفيا مميز إلى برو ومميز وولسون يفعل مميز مع المجاهد مع المجاهد أعتقد كوتش زفرغون كوتش كل شي من ناحية الترانسفورميش هل تحبين عندي مشاركتك مترحة مشاركتك وشو شو سو أنا سلعبت 37 كانت أولا جي جي اف لقد 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 لا نظر بطولات خاصة للجيجيجزة أفضل من هنا والحمد الله كل سنة التنظيم وكل ثبت نفسه وكل سنة أحسن من السنة قبلها وعن السنة قبلها وكل شي قاعد يتطور التنظيم وقاعدين اللعبين يتطورون بحيث صار الهمارة دائما في المركز الأول في الأسيوية في العالمية فالحمد الله قولي شو رأيك في المستويات الفنية قبل كم فارقة لا بالعكس هذه المستويات قوية صارت ومتقاربة فعلا مستويات قوية وتنافس لكن ما شوف حد كدر ينافس لعبتنا الحمد الله نهايات نهايات كلها حقنا والحين إن شاء الله بتكمل ونهاي إمارات بإذن الله كيف توقعتك لعبت الإمارات كيف تشوفهم اليوم وشو أده والله يوم مرة يوم وكل يوم أفضل عن اليوم اللي قبله وبهذه الطريقة نشكر حكامنا وسعاد عبد المنعم لهاشمي على جهودهم وعلى كل شي يسوون ويقدمون لنا الصراحة كلاعب ججيتس الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله نشكر على النعمة اللي اللي إحنا فيها وعلى كل شي يسين حصله من تحفيز ومن دعم ومن كل شي الحمد لله مشاهدي الكرام هذه البطولة شهدت مستوىات فنية عالية وتحدي كبير ومنافسة شرسة خلنا نربيكم الحين نتائج اليوم كيف كانت طبعا الحمد لله جدا مفخور خاصة أني حافظت على لقبي الثالث على التوالي مرتين سكرنا الوزن أنا وزميلي فيصل كتبي لكن للأسف أنه اعتزل يزعلنا هذا الشي لكن فراج الحمد لله اليوم ما كستر رفعناه من وزن السبع السبعين عشان يساعدني والحمد لله عثبت جدارته وقدرنا نسكر نوياء الوزن اليوم أنتم مكتسحين هذا الوزن يعني خبرني عن كيف عملكم واستعداداتكم كيف جهزتوا لهذه البطولة كنا في معسكر في المنطقة الغربية أو منطقة الظنة معسكر صعب ما تشذب عليك بس أنه كنا قدها كنا قدها لأننا تعودنا على هذا الضغط والنوع من البرشير هذا أننا نأدي تحت الضغط لماذا تهدي هذا الفوز؟ طبعا أهدي لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد على رعايته لهذه البطولة وأكيد لساعدة عبد المنم من هاشمي أيضا رئيس الاتحاد وبارك لعادة انتخابه في اتحاد الاسيوي إن شاء الله نقدر نحقق المزيد لهم ونرويهم نتائج وثمار أدعمهم نحن كإماراتيين طبعا ممكن بداياتنا كانت صعبة بميدالية ميداليتين ولكن نس ما تشوف كتلسحنا البطولة طبعا نس ما قابلت نقل تكسميش ذهبية الحمد لله كل حال ها كله فضل الله أول وخيرا فضل دعم دولتنا رشيدة وفضل فريقي وطبعا دعم أهلي حابة هديها الميدالية صاحب سمو رئيس دولة كل الشيخ الإمارات وكل وكل مواطن دولة الإمارات وأول بطل عالم وزن مفتوح حزاء ونحينا أقدر أقول أول بطل وزن بلس نيتي فور بلوت آسيا وإن شاء الله هذه ما بس نهاية هذه البداية وتكون بداية قوية لكل بطولة إن شاء الله نقول لكم مبروك نهائي إماراتي خالص قدرتوا فيه تحضرون الذهب والفضل كيف قدرت تحضرون نفسكم وتوجون في هذه البطولة قبل البطولة شاركنا في معسكر تدريبي كانواي طويل وصعب لكن الحمد لله أننا خلصنا المعسكر وكنا جاهزين حق البطولة وقدرنا نسكر البراكت كيف وصلتوا إلى مستوى ثانيتكم وقفرتوا الوزن النزالات كانت صعبة لكن الحمد لله رمنا نتغلب على كل منافسينا من الخارج وانتهى الفاينل بفاينل إماراتي كان بايت ودي كان بايت ودي ما لعبنا بالقوب حسنا ما حسنا عندما تكونوا كيف تشجعوا كيف تستنت فوزها من فوزي وفوزي من فوزها ونحس بالفخر أننا وصلنا فينا للإماراتي كيف تستنت كيف تستنت كيف تستنت نحن ذكرين البراكت النهائي إماراتي حتى بعد السمي فاينل رحنا ناكل ونقعد وكشف ما جهزنا وبهذا مشاهد الكرام نحن صنع تغطيتنا لحدث الكبير والمميز بطولة آتل جوجيسو التي تقام على أرض العصمة الحبيبة أبوظي بأجواء رائعة خيالي حماسية انتهى يومنا ولكن غدا يوم من جديد استكمل فيه تغطيتنا لهذه البطولة انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة